أخبرتكم مرة تانية يوم 3 مايو اللي بيوافق الأربعاء القادم هتكون الجلسة الافتحية للحوار الوطني اللي بيشارك فيه كل أطياف المجتمع اللي هيتم من خلاله منقشة العديد من القضايا المهمة أعتقد أن أعضاء مجلس الحوار الوطني كان عندهم قدر كبير جدا من الشفافية والموضوعية في طرح ومنقشة كل الأفكار والموضوعات والملفات اللي هتكون موجودة على طولة هذا الحوار من خلال عدد كبير من المحاور سواء كانت محاور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية إيه اللي هيحصل في الحوار الوطني تفاصيله هتبقى عاملة إزاي أهميته في هذا التوقيت عاملة إزاي خلانا نتعرف على كل هذه الملفات من ضفنا النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسين أهلا بحركة دكتور أهلا وسهلا بحضرتك و أهلا وسهلا بسهلا المشاهدين أهلا بحضرتك يا فنن طبعا بعد التحية فكرة أنه بعد العمل الشاق لأكتر من سنة وبيعلن خلاص الجلسة افتحها للحوار الوطني يوم 3 مايو الأربعاء القادم ده لو ندل على شيء بيدل على جدية هذا الحوار و أهميته أهم الملفات اللي هتكون متروحة خلال هذه الجلسة يا فندم زي كان مصطفى بيقول في محاور اقتصادية و سياسية و اجتماعية أيضا بص يا فندم هو من كلام حضرتك لازم نعرف يعني إيه لأول حوار الوطني و كان أهميته إيه يعني السادة مشاهدين يعرفوا الموضوع ده وأهميته و جديته و برهنت أن الدولة المصرية عندها إرادة و إرادة من حديد إرادة فولازية طيب السادة الرئيس أطلق الحوار الوطني في رمضان اللي فاتل اللي قابله في إفطار العائلة المصرية كان محاولة كده نحن نسمع بعض كلان نكلم بعض نوجد القواسم المشتركة فيما بيننا ده كان ناتج عن أنه خلاص أنا عملت إصلاح اقتصادي بدأت أشتغل بدأت أقومتك بدأت أعمل إنجازات فمحتاج لنا أشارك الجميع معي الرأي والرأي الآخر و كان من هذا المنطلق إطلاق الحوار الوطني تم إطلاق الحوار الوطني عمل اختيار أكاديمية الوطنية للتدريب كنوع من أنواع البرهنة على الإيمان بالعلم و على الإيمان بالأكاديميين نحن النهاردة للتنظيم ما بين آليات الحوار نفسها و آليات التنفيذية بعد كده مجلس الأماناء بعد كده كان طبعا بعد المنصق العام وأمانة الفنية مجلس الأماناء و إنشاء التلت محاور أنا عندي تحديات في كذا ملف طب في حاجة من الكنينية إما أنا هشتغل منفردا ولا هشتغل بالتوازي كان الاختيار أننا هنشتغل بالتوازي عندي المحور الاقتصادي عندي المحور الاجتماعي عندي المحور السياسي كل واحد من دولا ليه أضاية متعددة وتحديات كبيرة جدا نشأ في الآخر خالص أننا الحوار الوطني أنشأ 19 لجنة 19 لجنة دي بدأت تستقبل هل الحوار الوطني ده الناس لازم تعرف هل الحوار ده على مستوى النخبة بس يعني على مستوى النخبوية بس في المجتمع لا هو حوار للجميع تم استقبال طلبات ومقترحات من أكثر من حوالي قرابة 100 ألف مقترح الأمانة الفنية فبالتالي النهار ده هنا هتلاقي فيه الشاب مشارك الحزب مشارك النقابة مشارك الشخصية العامة مشارك طيب إحنا النهار ده هنا عشان أبتدي متخلات المجتمعات دي كلها هي هتبقى على أجندة سواء قرارات أو تشريعات بالزبط في الآخر خالص طيب مين بقى اللي بيضمن الموضوع ده خالص في الآخر خالص دمانه السيد الرئيس نفسه بنفسه وهي هيحضر فيه في الآخر خالص في الجلسات الأخيرة طيب المخرجات دي في الآخر هتترجم لإيه هتترجم إما توصيات للحكومة أو تعديلات تشريعية هتبقى للبرلمان المصري بغرفتي الشيوخ والنوات وبناء عليه تم إنشاء التسعتاشر لجنة التسعتاشر لجنة اللي هي النواية لو إحنا بنتكلم مثلا عن هيبتدي الإطلاق بتاعه هيبتدي في المحور السياسي وهيتكلم عن حاجات كتيرة أو أضايا كتيرة جدا جدا في المحور السياسي بلجنة زي التمثيل النيابي زي قانون مباشرة حق السياسية زي المحليات فبالتالي النهاردة هنا هتبتدي أخذ أضايا شائكة بتمص المواطن في ما بقيتش أتكلم على أنطاق الماكرو ما بقيتش أتكلم على أنطاق الكلية أنا أتكلم على أنطاق التفصيلية عشان المواطن عشان المواطن اللي بتفرج علينا يعرف أهمية هذا الحوار الوطني أهمية إنجازاته الفترة اللي فاتت إيه عمل إيه للدولة من تشريعات أو من قرارات الحكومة جاية من أرضية الأحزاب أو الشخصيات المشاركة فيها هذا الحوار طيب أنا هتكلم من حتة تانية خالص من منطلق كلام حضرتك إحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والساسيين في منذ دعوة وإطلاق الحوار الوطني عقدنا العديد والعديد من اللقاءات على المستوى الشعبي أكتر من حوالي 350 جلسة ما بين مؤتمرات كبيرة ما بين جلسات ما بين كان تخلالها كل ناس من عامة المواطنين بأفكارهم وفي نفس الوقت خدنا منهم الأفكار دي كلها وطرحناها على أو أرسلناها إلى الأمانة الفنية وتنسيقية شباب الأحزاب والساسيين فيها ممثلين في مجلس الأمنة وفي اللجان النوعية للحوار الوطني المواطن نفسه تملي كان بيسأل هو هيقعد علي بإيه؟ أنا عاوز عند المشكلات عند المشكلات صحة تعليم شغل كل الحاجات دي كلها تفندت عشان كده كان الامطلاقة التانية يوم الأربع تلاتة تلاتة مايو القادم إن شاء الله بضوء مقطع دي كانت بعد الامطلاقة الأولينية اللي في الآخر خالص أنا جمعت المدخلات اللي أنا أقدر بقى أبتدي أفلطرها من خلال اللجان يعني اللجان مثلا فيه مقرر ومقرر مساعد هما اللجان هنا ما بتتمليش رأي معين على على الضيف أو على هما مستمعين فقط وبيحاولوا يوجدوا إيجاد قواصم مشتركة ومنظمين بحيث في الآخر خالص أطلع بتوصية هتفيد في الآخر هتنعكس على زي ما احنا قلنا في مصارينها إما المصار اللي تروح للحكومة أو البرلمان لتغيير تشريعات طيب دكتور خلييا نبسط الدنيا كده شوية للمشاهدين وبواطر بسيط أكبر إنجاز حقق حتى الآن فكرة اتدت حتى يمكن من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فكرة جمع كل الأفكار جمع كل التواقف جمع كل الأحزاب دي في حد ذاتها إنجاز كبير جدا ثم جاء الحوار الوطني وهذه بتقول إنه تم جمع أكتر من مئة ألف مدخل اقترح بالزبط هي حد دلوقتي يسأل آه طب مثلا جات منين الحاجات دي أنا ما شاركتش أنا عن نفسي ما بعتش أنا مع رب ما قلتش مشكلتي ما قلتش اللي عندي على أرض الواقع عايزين نوصل بس للمواطن البسيط ولسادة المشاهدين إزاي أصلا المشكلات دي وصلت للحوار الوطني إزاي وصلت لهذه اللجان اللي هتنظر فيها واللي بالتالي هتخرج بمقترحات وحلول تمام هقول لحضرتك على حاجة المدخلات دي وصلت عن طريق قوة متعددة سواء القوة الحزبية سواء القوة المجتمعات المدني سواء النقابات سواء حتى المدخلات اللي هي بشكل فردي فطبعا طبيعي جدا طبيعي جدا الفترة الجاية هيبتدي فيها مع نواب الشعب هيبتديوا يتكلموا فيها من خلال أحزاب من خلالها هيبتدي فيها حالة حراك كاملة في الشعب المصري طيب النهاردة هو أهم القضايا اللي بتهم المواطن المصري هي طبيعي جدا بتتعلق بالقضايا الاقتصادية والتحديات الاقتصادية العالمية اللي احنا كلنا بنواجهها ما فيش حد ما بتعودش معاه إلا ما بيتكلم في هذه التحديات طيب احنا النهاردة الحوار الوطني فند التحديات دي إلى كذا حاجة الدين العام غلاء الأسعار التضخم لو احنا جينا مثلا في المحور السياسي على حاجة تكلم على محور الشباب مثلا أو القضايا التي تهم الشباب والحاجات دي كلها يعني مثلا احنا تعرضنا لها مثلا فيه بحكم ان انا اشرف لانا امين سير لجنز شباب ورياضة بمغلس الشيوخ المصري فبالتالي احنا بنتعرض لمشاكل كبيرة جدا وبنستعرضها وبنحاول نحلها زي تمكيني الشباب مثلا طب التمكين هل التمكين ينفع قبل التدريب ولا النهاردة لازم ادرب واهل ببتدي فاهم الناس دي وببتدي انزل القواعد دي مراكز الشباب طب احنا النهاردة مدخلات مثلا احد المساهمين من محافظة من محافظات البعيد بعت حاجة للحوار الوطني وتم وضعها من ضمن القضايا التي هم المحافظة دي فبالتالي بقت هنا في حالة تفاعل طبيعي جدا ان انا هيحصل الفترة الجاية حالة من الحالات التعظيم التفاعل لكن النهاردة كل فئة وكل حد في المجتمع المصري ممثل طبيعي جدا مش هيبقى كل الميت مليون لكن احنا النهاردة بس فيه آلية عملنا بس فيه آلية بالضبط آلية على الاقل العدالة والعدل هو الاستواء يعني ان انا استمع الى الجميع استمع الى القول الحقيقة انا سألت حضرتك السؤال ده عشان اوصل لأستاذ المشاهدين فكرة التفاعل دلوقتي كل واحد دوره اولا صوتك مسموع بس صوتك عشان يكون مسموع لازم يكون انت ليك دور وتتفاعل مع النائب عنك لو نائب عن دائرتك فقدر تتوجه ان كان عن طريق ان انت تتوجه مثلا بفكرة او بمتطر حتى مشكلة عندك اي مكان وهتوصل في فكرة التفاعل ده حق المواطن وزي ما حضرتك تفضلتي ويعني احيي حضرتك على الاشادة الجميلة والمداخلة الجميلة دي لان لازم المواطن نفسه يعرف أهلية ويعظم دوره في نفس الوقت النهاردة حضرتك عندك من خلال المواطن مثلا من خلال الاحزاب من خلال النائب اللي بيمثلك وحقك عليه لحضرتك تروح له وتقول له أنا عندي مشكلة كذا 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 طيب النهاردة هي التحديات اللي تجمعت على الحوار الوطني ده ما هي إلا إيه ما هي إلا النهاردة فيه حاجات معينة مثلا محتاج فيها تتعالج بس قانونا محتاج ثورة تشريعية مثلا في حاجات معينة يعني في حاجات قوانين عفع عليها الزمن فيه لا تتناسب هو الطريق الجمهورية الجديدة اللي احنا كلنا بنؤمن به النهاردة أنا محتاج النهاردة يبقى عندي تشريعات تقدر أكثر قوة وأكثر مرونة إنها تتعامل مع التحديات وفي نفس الوقت تتقبل كافة الحاجات الجديدة اللي طرقت علي طيب أنا النهاردة المواطن أنا يعني عاوز أساهم عنده يقدر يخش على صفحة الحوار الوطني عنده زي ما حضرتك تفضلت أنا ممثل في الحوار الوطني القوى قوى المجتمع المدني الأحزاب النقابات الجامعات فبالتالي بقى عندي هارموني كده أكثر من طريق المواطن أكثر من طريق المواطن وفي نفس الوقت هو بنفسه هو بنفسه يقدر يتفاعل وده من هنا دورنا ودور حضراتكم خلال الممبر المحترم ده إن إحنا النهاردة ننشر العدوى الإيجابية ننشر الإيجابيات بتاعتنا إن إحنا كلنا ده أصلي زي ما تفضل سيادة الرئيس كذا مرة وقال إحنا مش هنعبر ومش هنعدي التحديات دي كلها إلا إذا كنا كلنا يد واحدة وبيناتفاعل كلنا وكتفنا في كتف بعض فبالتالي أنا شايف إن الفترة الجاية هي الانطلاقة التانية للحوار الوطني الانطلاقة الأولية أنا جمعت عملت التنظيم الشكل التنظيم اللائق اللي يقدر يفلتر ويقدر يستوعب كم وكم من المداخلات الفترة الجاية هيبقى إن شاء الله هتم البداية بالمحور السياسي وهتبقى الممثلين فيها السادة النواب والأحزاب السياسية بمدخلاتهم ولإيجاد قواص مشتركة وهو ده اللي إحنا لازم نؤمن به كلنا طب العناوين اللي جاية اللي هيتم منقشتها إيه أبرزها إيه أبرزها إيه أبرز إحنا فيه حوالي قرابة الـ 113 قضية دي نتيجة اللي هي التحديات اللي هي دخل ما تم استقبال من المدخلات بالزبط في المدخلات فطبعا هيتم في خلال محور السياسي والمحور الاقتصادي هيتم منقشت الملف بتاع المجالس المحلية طب إحنا النهاردة هنا التشريع بتاعه كان قانون 43 لسنة 79 هل ده هيتناسب مع الجمهورية الجديدة طب النظام الانتخابي فيه داخله طب تمكين الشباب طب تحديات اتحادات الطلبة داخل داخل الجامعات كل ده كل ده بيتم منقشته الاقتصاد الاقتصاد النهاردة هل النهاردة زي ما احنا شايفين الدولة مثلا منفتحة جديدة على حاجات جديدة كتير وبتقدم تسهيلات كتيرة هل فيه ما نحتاج إلى المزيد طيب من ضمن الفعاليات التأثير اللي هو كان للحوار الوطني كان حضرتك كنت عارف ان في يناير القادم ان شاء الله بده مؤطف في 2024 كان سيتم إلغاء الإشراف الانتخابي القضائي الإشراف قضائي على الانتخابات فبالتالي النهاردة كانت من ضمن توصيات الحوار الوطني ان احنا نعيد النظر في هذا القرار وكان فيه استجابة من فقامة السيد الرئيس لهذا الموضوع فبالتالي اتحول بقى هنا عندي فعاليات تأثير فده يعني اللي هي أبرز الموضوعات الفترة الجاية اللي هي أنا في منظوري هتبقى في في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي بالإضافة طبعا للمشاكل اللي هي اللي احنا الارس الكبير قوي في الصحة وفي التعليم وللدولة بتبزل في العديد والعديد تشريعيا ولا ككهرارات لا هيبقى هيبقى التشريعات هقول لحضرك على حاجة التشريعات من الصفاتها اللي هي متجددة يعني أنا النهاردة كل متخل بيمثل مخرج جديد لكن هي أنا شايف ان هي هتبقى فيه قرارات اللي هي لازم بتخرج للسلطة التنفيذية لان أنا باخد النهاردة والدولة عازمة على ده والدولة عازمة على ده مجلس الأمنة في الحوار الوطني عازمة على ده المجهود اللي بوزل في الأمانة الفنية عندهم الإرادة الحديدية بقوة طبعا الشعب وقوة الإيمان بحقه في زي ما بيستاذ الرئيس طبعا اللي بيقول حياة كريمة النهاردة بقى فيه حق حق جديد مكتسب أمام العالم كله حق الإنسان حق الحياة كريمة وليس بشكل كومفلاجي طبعا النهاردة هنا أنا محتاجي النهاردة إيه الملفات اللي عند جبيرة جدا الملف الاقتصادي تحديات الاقتصادية العالمية اللي طرقت على مصر ووجهة مصر مصر إحنا جزء من كل فبالتالي النهاردة هنا هل محتاج النهاردة مشروعات جديدة هل محتاج أفكار جديدة طب النهاردة آآ محتاج أنزل للشباب إزاي محتاج الجامعات إزاي كل الحاجات دي كلها ما هي إلا يعني يعني تفاعلات الفترة الجاية هتكون على آآ طاولة الحوار الوطني بحيث أن أنا أخرج به أكثر فعلية وفي نفس الوقت أخش يعني أخش الفترة الجاية لأن المحليات مثلا أنا ليه ضربت مثلا المحليات على سبيل المثال لأنها متشعابة جدا للإدارة اللامركزية وكلنا بنلامسها بعض الأحيان نيجي النهاردة عوائد التنمية عوائد التنمية بتيجي علينا أو على المواطن البسيط اللي هو مثلا بعيد عن الحياة السياسية أو الحاجة بتيجي عليه في الشارع بتاعه أبسط حاجة فبالتالي النهاردة الشارع بتاعه ده من اللي بينظمه الإدارة المحلية طب الإدارة المحلية دي مثلا محتاجة حد يبص عليه طب حد ده يبص عليه طب إزاي طب التشريعات طب الدستور طب التمثيل الحاجات دي كلها مطروحة في النقاش الفترة الجاية وإن شاء الله أنا واثق أن هي هتخرج بيه نتجات أكثر جبدية وأكثر مرونة أن هي تقدر تتنفذ وقابلة للتطبيق على الأرض الواقع هي فاكرة فإنما زي ما حدا قلت في إزاي يعني ممكن يكون فيه تشريعات كتير جدا وفيه قوانين كتير جدا لكن هي إزاي يعني هي تتنفذ بشكل يلائم المدخلات والمتغيرات وحتى يعني كمان يرضي المواطنين ونرضي الناس في الشارع ويواكب ظروفهم وفي نفس الوقت مد جسور الثقة ما بين المواطن بكل تأكيد وده كانت نقطة مهمة جدا الحقيقة فقدناها على مدار السنين كتير جدا فبيعي جدا الدولة المصرية ما كانتش خارجة من الرفاهية ان احنا مثلا كان فيه يعني فترة طبيعية لا احنا كلنا كدنا وعلينا نشوف فانظر حولك يعني تمام اللي أقول المواطن انظر حولك فنحمد ربنا وده كانت أساس المشكلة بالمناسبة ده حقيقي ده حقيقي برضو حابين ننقل المشاهدين شكل الجلسات والنقاشات هيكون عاملة ازاي حضرتك كلمت عن 19 لجنة بزبط اللي جنة دي مكونة من مين مكونة من خبراء في كل ملف بعينه حتى من خارج الغرفتين البرلمانيتين مين عاد بوقت يقول طب منا مين لا يحللي مشكلتي دلوقتي طيب التكوين اللي هو الشكل بيبقى مكرر مثلا مكرر مساعد بيبقى فيه منهم منهم بينتموا الى السلطة التشريعية وفيه منهم منهم بيبقوا خبراء في المجال بتاعهم بيبقى ازاي النهارده مين بقى يحللي المشكلة دي بتاعت اللي حضرتك تفضلت فيها بيتم هنا تجميع الاراء كلها وزي هم منظمين وليس هم يعني بشكل بقاليهم اراء لا لا سلطان على احد دون احد في الرأي يعني النهارده انا بستمع وبنظم وقول والله حضرتك قلت الفكرة دي والاستاذ قال الفكرة دي فاحنا النهارده فيه قاسم مشترك ما بينهم فده ممكن نخرج منه بايه بتوصية لكن النهارده الاستماع هيبقى منين الاستماع هيبقى من الاحزاب من المجتمع المدني من النقابات من اتحادات الطلبة من العديد والعديد من القوى المجتمعية فأصبحت دلوقتي هنا أنا بقى عندي ضمانة حقيقية للمواطن ان هو يعني صوته او قضيته هتوصي بس احنا هنتكلم على سبيل مثال يعني الملف المجتمعي مليان قضايا السياسي كذلك والاقتصادي كذلك ومتغير يعني مش هنقدر نناقش اكيد كل المحاور في جلسة واحدة في جلسة نقاشية واحدة ده حقي فعلى سبيل مثال لو هنتكلم في قضية مجتمعية بعينها ايا كانت هي ايه هل كل مرة بيتم الاستعانة بخبراء مختلفين عشان يقدروا يسهموا في حل المشكلة دي طبعا يا فندم طبعا وده اساس يعني اساس او نواة الحوار الوطني اننا النهاردة الاستماع الى الجميع الرأي والرأي الاخر والرأي يعني فيما بينهم بحيث في الاخر خالص يعني وكرنوا مع الخبراء بحيث في الاخر اطابق التوافق لو انا النهاردة هنا وصلت لي توافق وفي تطابق يبقى بالتالي يبقى هنا النهاردة الرأي ده والرأي ده والرأي ده مع رأي المهني والرأي الفني فبالتالي بقى عندي في الآخر خالص إيه؟ بعندي في الآخر جدية من الفعالية التأثير دي لو خرج التوصية التوصية دي هتنفس. فطبعا بيتم الكلام ده من خلال المقرر المساعد في اللجنة والاستماع لكافة الأطياف المشاركة. بدون يعني بدون فرض رأي حد على حد. ولا بالعكس. بالعكس الموضوع بقى فيه مناخ ديمقراطي جميل جدا. وفي نفس الوقت يعني حتى لو احنا كنا شاهدنا الانطلاقة الأولانية وتنظيم الشكل بتاع مجلس الأمنة. وشوفنا الجلسات وهي بتزاع. وشوفنا الأضايا حتى اللي كانت بيبتدوا يتكلموا فيها. وبتاع هتقول إيه دا. لأ. فعلا دي مصر بشكل جديد. صحيح. طيحنا عندنا على السوشيال ميديا عدد كبير من الناس اللي ربما لهم قراءة مختلفة عن الحكومة. وخصوصا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي. يعني احنا ليه نصرف كده. احنا ليه نعمل كده. احنا ليه نسوي كده. الاولويات فيق الاولويات. فيق الاولويات. ما نقدرش نشكك في وطنيته. هو الرجل بيحب مصر. والرجل عايز الصالح العام. وممكن تلاقي بوست من دول يعني مش مبني على أدلة حقيقية وعلمية وخلافه. وانتشهر انتشار النار في الهجين. ازاي انا كلجنة حوار وطني. استقطب هؤلاء عشان اخد منهم اللي ينفع. اللي ينفع الناس ويمكتوا في الارض. وفي نفس الوقت اقت للشائعة قبل ان تتحول الى يعني نقاشها. طيب هو المداخلة بتاعت حضرتك دي تفتح لنا على العديد والعديد من القنوات فيها. اول حاجة انا النهاردة احنا اتفقنا على حاجة ان مدخلات الحوار الوطني بلجانه. بالمحاور الثلاث بتوعب 19 اللجنة. بالمجلس الامنة بالامنة الفنية كلهم. مدخلاته جاي من اين؟ من الناس. الناس دولا بكافة الاطياف. وليست نخبه ويا فقط. فبالتالي هل جزء شق بتاع السوشيال ميديا. هل بيمثلي جزء كبير؟ بيمثلي طبعا جزء كبير جدا من المدخلات. ولكن انا النهاردة هنا بتعامل معاقي. انا احنا شفنا مثلا مجهودات كبيرة جدا بتتم. يعني النهاردة انا كاتحارب الشعقات دي. لم ولن تنتهي على الدولة ثم انت ناجح. انت لو انت مش ناجح. وانت مش مؤثر حقيقي. هو هيهجمك ليه؟ فبالتالي هو النهاردة النهاردة هنا بقيت مثلا اشوف فيه بعض تطبيقات بتطلع. بدأت الدولة تتعامل معهم. طيب فيه افكار تانية وارد تيجي لي طبعا. طيب النهاردة هبتدي النهاردة استقطب الشباب اللي على السوشيال ميديا دولا. واقول لهم ازاي انتو تبقوا فعالين في المجتمع من خلال التفاعل. مش عيب على فكر. مش عيب. ده انت الكبير وانت دورك الكبير. وهو ده اللي حصل. انت الكبير. وهو ده اللي حصل. وهو ده اللي حصل يا فاندم. وهو ده اللي حصل. ودي اساسا فلسفة الحوار الوطني. ان احنا كل لنا نسمع بعض ومش نسمع فقط. لا ننصط لبعض. لان العدالة هي لغة الانصاط. فبالتالي هما هأنصط وهاخد الافكار جايز. انا كان ناقص لي حاجة. جايز النهاردة هنا هو ما كانشو. وساعد بيبقى محق في حاجة. وساعد بيبقى في وجه تنظر. هو ده اللي يبين حقيقة. سبب الاعتراض ايه. هل سبب الاعتراض فعلا. ان انا عايز اعمل حاجة احسن. شايف الموضوع بشكل افضل مما يحقق مصلحة المواطن فعلا. ومصلحة وطني. ولا انا بعترض. لمجرد ان انا بعترض. وعايز اثير الجدل واثير البلبلة. المعارضة تبقى معارضة بناءة. انا شاهدان موجس نظر المتواضع بيبقى فيه الحل والحل الاخر والحل البديل. وليس كلام تنظيري او كلام حنجوري فقط لغير. لكن النهاردة هنا المواطن تساؤلات عديدة. النهاردة بيجي مثلا في زي ما حداك تفضلت من شوية. قلت فقه الاوليات اللي هي الاسئلة بتاعت الناس كتير فقه له. ليه تعمل ده قبل ده. ليه تعمل ده قبل ده. ده بيتم هنا النهاردة عرضه بشكل او باخر. طب النهاردة اما بيجي لي الرأي ده. وانا فهمه في خلال جلسات مشترك والقواص المشترك. وتبقى مزاعة وتبقى بخرج بيها بتوصيات اعلامية. مثلا النهاردة دي بتروح للمواطن في الريف. وبتروح للمواطن في الشاب في الجامعة. وبتروح للستة الموظفة وبتروح هنا. بالتالي بيحصل حالة حراك مجتمعي. ودي المطلوبة لفترة دي. النهاردة ما يبقاش فيه جزر منعزلة. يبقى كله النهاردة عارف انا بعمل ايه. لان النهاردة لو انت عارف انا بعمل ايه كويس قوي. واصلك ده حتى لو بجزء بسيط. يبقى انت النهاردة هتبقى معايا كتف بكتف. يبقى انت النهاردة هنبقى يبقى فريق واحد كسبان كلنا. في الاخر خالص كمجتمع وكدولة. فبالتالي النهاردة هنا. مدخلات الحوار الوطني من احد ادواتها بتبقى فين؟ بتبقى برضو زي ما حضرت تفضلت من الاراء العامة وبتبقى من الجموع الشعب لانه هو في الاول وفي الاخر لازم نؤكد على الحيطة دي. هو في الاول في الاخر شعبوي وليس نخبوي فقط. صحيح على اي حال يعني احنا بنا انتظر جلسات الحوار الوطني وما ستصفر عنه بالتأكيد. يعني الحوار لو كان مذاعا وكان فيه تلامس حقيقة على ارض الواقع مع ما يطلبه الجمهور وما يطلبه المصريون من قرارات ولا اكيدا. هنلاقي ايضا مقترحات كثيرة جدا تذهب الى الاخرى الوطني عبر الانترنت وعبر النواة. وفي ناس هتشجع هتيجي تاني. فبالتالي هتلاقي. وحاوز بحب برلمان حقيقي يعرض لكل الاصوات. صحيح بنشكرك الدكتور محمد عمار عوض مجلس شوقه عن تنسيقات شباب الاحزاب والسياسين وايضا احد المشاركين في الحوار الوطني اللحن طلق يوم الاربع القدم. شكرا جزان لحضر. شكرا لحضر لكم. شكرا لحضر. شكرا لحضر.